متابعي برنامج لمن يهم الأمر على قناة سودانية 24 أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من البرنامج نخصصها للحديث عن قضايا ومشكلات المواطنين في منطقة ودى العقلي جنوب الخرطوم كاميرا البرنامج في ودى العقلي ترصد وتتابع وتستطلع المواطنين حول قضاياهم ومشاكلهم إذن نحن وأنتم في ودى العقلي مرحباً بكم ترجمة نانسي قنقر ودى العقلي منطقة ساحلية تقع جنوب الخرطوم عدد سكان 1400 يعني عدد البيوت 1400 بيت نحن نشاطاتنا حالياً نشاطات صغافية اجتماعية وشغالين في برنامج المدارس وزي ما شفتوا إن إحنا الليلة برنامجنا عن النفايات شغالين فيها فموضوع النفايات ده يعني الحلة بقت متعاونة في المواضع دي أو بعد السورة الحصلت دي والناس بقت شغالة فوقها فبيقينا نعاني من مشكلتين إنه وين تتخطى النفايات عرفت يا أخو؟ فدي المشكلة المواجهة حالياً في منطقة توضى العقلي ورا فبالنسبة للمشكلة بتاعة النفايات دي يعني مشكلة عويصة جداً وصحة البيئة هي شنو؟ مهمة جداً بالنسبة لي خاصة إنه هذا المكب يعني احتم مساعة قرابة الألف متر ومكب لكل النفايات بتاعة الكلاكلات كلها بتاقي بتكوف هنا وقبل كده نحن مشينا مكتب التعليم ومشينا المحلية ووضحنا وعملنا خطاب بالنسبة ليه النفايات اللي بتكوف هنا على بعد خمسين متر لما يجي الهواء كل اللي بيستخدوا العفانة دي جوال في الصور يا أخي أمراض أولادنا دي اللي بيشتكوا يا أخي يومي بيجيك أي واحد بيقول لك أنا عندي وجع بطن عندي مغاص من مين؟ من الزباب والله ينضرر شديد من النفايات وجوار المدرسة على أولاد يعني ضرر واضح حتى الزباب والأكل والهناي منطقة ما صحية يعني معناتها يعني كل ضرر من الأطفال ليه منها كل يوم إنت ماشي المستشفى بالنسبة للأطفالك وإيس نحن ضايرين إن شاء الله الناس المسعولين يجي يشيلوا النفايات دي ولا يجيبوا براميل يخطوها علينا هنا أي زول جاي شاي النفايات يخطها في البرميل ما يجدح برا حسي البرميل داك ما كفى عليه ما كفى لي دي عيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حبيكم مشاهدينا نحن في مدرسة والدالعقلي بنيل مدرسة محيطة بمزارع عندنا والبحر وعندنا شمالنا المغابر فالمساحات دي كلها جعلت فرصة لتجمع وتكدس ورمي شنو الأوساخ حوالين المدرسة وطبعا هذه الأوساخ تؤثر سلبيا على بيئة شنو المدرسة وتوالد الزباب في هذه المنطقة لدرجة إنه المعلم لما يجي يجيف أمام السبورة ما بيقدر يكتب على السبورة من كسرة شنو الزباب وبنخاف من إنه حتى الزباب ونحن بنتكلم أثناء الحصة من إنه شنو يدخل على الفم شاهدين تستمر جولتنا في ود العقلي نحن في محل فول وفلافل وطعمية قدامنا المضعم دا بيبعد تقريبا 15 متر من مكبل النفايات في جنوب ود العقلي نحن معانا عمنا صاحب المضعم بتعرف عليك صالح محمد بابكر عم صالح ليك كم هنا وانت بتبيع الفول لي حكاية بتاع ستة شهور طيب الفول والأكل والإنت بتعمله دا هو قريب من محل النفايات الحقيقي ما في خطورة عليه صحة للإنسان والله يا أخي هي فعلا هي خطورة وأنا متضرر من هذه النفايات كلها وكفي كمية بتاع الزباب كمية هاي اللي بتاقي يعني فبتسبب أمراض وبتسبب اللاريات والناس يعني بتعاني من حتة دي يعني فأنا يعني من النحية دي بيز بال يعني محتاج إنه الناس تقيف وتنظيف والشباب هنا ما قصروا يعني شالوا فالنفايات دي شالوها وبرضوا في المكب المكب دي كي بيشنو بيجي بالليل بيجي بالليل يعني ما هنا يعني ما بين نهار طيب المزؤولين من الصحة بجوك mitä الصحة كل anno في المحلي يبجوك ما في أي حال جانب والله ليس التشario ما فيه يحو جانب والله صراحته عنه طيب المواطنين اللي انت في الحي هين جنبهم القريب منهم جيرانك إشتكوا إنه والله بالمشكلة فيUD مشنو؟ المشكلة في الزباب يعني و المشكلة في النفايات دي بس يعني ما في حد يعني يشتقي يعني طيب إنت حلك شنو؟ يعني قريب من من القمامو قريب من الكباش وانت بتبيع اكل يعني حلك شنو يعني شايف شنو والله يا حليه انا زهيجت وقربت للاقف المحل لانو عشان ما يبضر للناس ساكب انا احنا والله بنرحل بالكارو بالقرش الكارو بيكم الكارو عشرين عشر خمستاشر على حسبك يا ما في نهاي والله العظيم انا ليتيز عسانة ما حصل شفت اللي عربية بتاعة كارو تاي مارة هنا ما في والمشكلة هاسي بالليل نقول انها ممكن نخدت النفايات في الظلط المنطقة كلها ملارية 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 ما في بيت خالي من الملارية والبعوض والزباب بالنهار مشاهدينا ونحنا في ود العقلي يعني اللي حسن الحظ انه في صاحب كارو وجعل المكان تجمع المكب القمامة وفرغ يعني فرغ القمامة بتاعته ونحنا عايزين نتوا نسمعه ونشوفه السلام عليكم السلام عليكم اسمك منه؟ اسمع له ودينه اسمان على مدينة شغال يعني بتحول النفاية بتجيب المكب ليك كم؟ ليه يعني زي سنة طيب سنة بيجيب القمامة من وين؟ بجيب من الكبري بجيب اسه هنا يعني بجيب من هناك من البيوت بجيب هنا يعني شي للقمامة الكتير وترحيلة من إلى حد المكب ما أثر عليك؟ جاب ليك أمراض جاب ليك حاجة؟ لا لا يعني أنت كويس وصحيح ومعافا طيب إن شاء الله دائما صحيح ومعافا آمين شكرا جزيلا والوساخة دينا بقول لكم بصحيحة العبارة ما قترت الوساخة دي إلا الأكياس الأكياس دي على قدر ما الناس غلوها عشان الناس تعجز من اللم بتاعها في الأكياس دي وجدعها في الشوارع والحريم يجدعا والله الناس عجزوا من الحتة دي والله نحن حسب نعاني والله نحن لحد الآن ما أسكينا نفاياتنا في الشوالات الخيش وشوالات البلاستيكة الكبيرة دي وبنشيلا وديها بالكوار والحتات بعيدة شوارعنا الحمد لله نظيفة لكن الشوارع العامة في الظلط والفناء حقيقة ما بتصر الناظرين ونحن بلدنا السودان دا دا يرينه يبقى سودان يعني يشيروا لبع البنام ما يبقى سودان واسخان وقرفان زي الحاجة الحاصلة حسيح دي المقابر ما فيها سور ما فيها مويا ما فيها زول واقف عليها ما عندها غفير يعني ما في زول قائم على وحصلوا عليه ناس حسن الخاتمة دي قبل سبعين وضربوا لي وما تجد حضرت الاتماع معهم وقدموا لي ورد وأسه حاليا دا يرين يتعموا المقابر لكن في ناس محترضين قالوا الأرض حقتهم وهم ما بيقبلوا إنه يزيدوا المساحة بتاعت المقابر ولا بيقبلوا إنه ناس يتبني فيها يسوروها طيب ناس حسن الخاتمة عايزين يعمل اشنو عايزين يتعموا البنيان بتاع السور يتعموا يسوروا المقابر يجبوا له غفير ابن ليو ويدوا معدات للدفن طيب الحاجة دي بتضر شنو لو المقابر السورت الناس اللي اشتاقوا واعترضوا ديل يتضروا بشنو إذا المقابر السورت يعني والله بيقولوا إنه الأرض حقتهم وتاني ما بيدوا مساحة أكتر من كده وما بيقبلوا التسوير بتاع ذاته ما قبلانين إنه ناس يتصويره نقولوا قبل كده ناس حسن الخاتمة ديونس دلو طوب والشباب هنا ما شاء الله ما قصروا وقالوا إنه نحن بيجهدنا من قوم نساعد ونبني فيهم بنايين فيهم مهندسين فيهم طلب قالوا إنه نحن من قيف وناس المنطقة رفضوا رفضوا قالوا الأرض حقتهم مات السور شاهدين الأزارة كاميرا لمن يهمه الأمر تتجول داخل ودى العقلي نحن بالضبط موجودين في مركز صحي ودى العقلي اللافتة الموجودة شايفيننا هينتو دي تقريبا لها ثلاث سنة المركز من ثلاث سنة ما مارس نشاطه نحن عايزين نشوف ليه ما مارس نشاطه وناس ودى العقلي بيدعالوا يوين معاي في المساحة دي واحد من شباب ودى العقلي تتعرف عليك؟ واقع الله أحمد من شباب ودى العقلي تتكلم عن مركز صحي ودى العقلي لوا ثلاث سنة الحكومة وقفته هيكل ما عارفين الجهة المزولة الماسكة الورق بتاعه بين الناس بيدعاني يعني الناس بيدعاني بتمشي القوبة بتمشي اللفة بتمشي الخرطوم عشان تدعالج يعني انه في مركز هنا مفترض يكون مركز ودى العقلي الناس اللي تدعالج فيه وما يعانوا في ناس بتلقى زول الحق الطرحيل ما عنده يمشي هناك بيعاني حتى تدعالج بعيد والمركز في الحلة ما مشطط المشكلة ما لقين ورق الورق بتاعه في العهد السابق الصراحة العبارة الكزام واسكين ورقه ومشينا المحلية وقالوا ما لقين ورق ومشينا المحلية وقالوا ما لقين الورق بتاعه ما عارفين الورق بتاعه عن مين اصلا المركز يعني اساسا هو في الورق مساحة واكتر من 4000 متر احنا مجينا استلمناه بعد ثورة بعد سقوطة النظام البيت استلمنا 300 متر باقي المساحة كلها اتباعت اتباعت الباع عنه علي مغالله احنا حاليا فاتحين بلاغات واجارين في موضوع المساحة الشباب لا قادرين يمارسوا نشاطاتهم في المركز اللي يضيقوا يعني نشاطات الثقافية لانه بيقى في جيران بيقى في وسر الناس ما قادرين يمارسوا نشاطات الثقافية يعني الناس المركز ذا في الفترة النهارية الناس فوقتها الغيلولة الشباب ما قادرين يخشوا يطلعوا فدي واحد مشاكل من مشاكل المركز هي مسجلة في الورق يعني في الادارة حق الشباب والرياضي المحلية مساحة المركز وضل عقلي اكتر من 4000 متر يعني 4500 وحاجة دي المساحة حق المركز وعد ذلك المركز احنا اساسا المركز كان هو نسلينا الشعبية كان عاملينه دار للناس الشعبية هو اصلا مصدق مما انشيء وصدق انه مركز شباب هنا الشعبية الصابقة انه المركز زا انتو استلمتو كيف في الورق ورب 4000 وفي الطبيعة 300 متر الباقي الباقي المساحة مشتوين تاك ده شغل بتاع الغانون نشتغل فيه يعني هنا ما عندنا بي احنا نقدم بلاق المحلية بتشتغل في الغانون دون مساحة احدنا لو راحلونا من هنا ما عندنا مشكلة اننا هنا نجراء غانون نعمل هذه الغرية تأسست سنة 1948 غطانها اهلنا العقليين وجاء الشيخ ابراهيم العقلي سنة 1948 هذه الغرية توسعت فيما بعد الى ان اصبحت اصبح سكانها يعادل 2000 نسمة بدأنا بعد ان توسعت هذه الغرية من 1450 منزل الى 2000 منزل وتدرجنا في مرحلة التخصيط منذ 1993 تم اجراء الخطة المبدئية ثم 96 تم التخطيط الكامل لمنطقة والدالعقلي بعد ذلك ارجو ان اؤكد بان منطقة والدالعقلي عندما بدأت في التخطيط كان الفتاح ومعشر والشيقيلاب مناطق عشوائية الان هذه المناطق استمتعت بالتخطيط وشهادات البحث ولا زالت والدالعقلي تبحث عن شهادة البحث ارجو ان اؤكد بان خطة 1996 كانت خطة نهائية ولكن وجهنا تماطل من ادارة الاسكان في محلية جبلوليا وصعدنا هذه الغضية مرات ومرات كانت الاجابة بان هذا الملف مكفول ثم كانت الاجابة كهذا الملف مكفول بالضب تحركنا في كل الاتجاهات ولم نجد حل حتى الان انا عندي شهادة عندي خطة اسكانية منذ 96 هذه الخطة تم تصديق للكهرباء بناء على هذه الخطة تم تخطيط هذا الظلط الذي تقفون امامه بناء على هذه الخطة تم تلموية قبل ستة شهور وصلنا خط كبير جدا من جبلوليا التصديق تم بناء على الخازي الخطة عندما نسهب لشهادة البحث يقول والله مكفول هناك اسباب غير معلومة لدينا نحن لا نتهم ولا نجاسف في الاتهام الاسباب الاسباب ان هناك اياد خفية لها مصالح في قفل هذا الخط نحن الان نفط كل الناس الملف المكفول دل ونخاطب الوالي والي ولاية الخرطوم ووزير التخطيط العمراني في ولاية الخرطوم قاموا بثورة في كل اطراف العاصمة ولكن حتى الان هذه الثورة لم تشمل مدينة والدلعقل نحن جاهزين تخطيطنا جاهز اوراقنا جاهزة ملفاتنا جاهزة من 96 نحن نطالب الوالي الذي اصدر اعادة تخطيط ويكمال تخطيط لخمسة الف منزل في ولاية الخرطوم ان يصدر قرارة اليوم قبل القد لإكمال تخطيط مدينة والدلعقل اشكلتنا الان هي الموية مكسرة في كل الشوارع وفي الوسط فبنعاني من البعوضة وأصبحت الميلاريات منتشرة بصورة مكسفة فالعربات السغيلة بتجي شايل التراب وبتكسر الشوارع نحن محتاجين الآن لأنه يتم معالجة الشارع اتصلنا قبل عشر دقائق بأخونا عبدالوهاب فاتكلمنا معاه وقام قال لنا اتصلوا بيهود فنحن قمنا اتصلنا بيهود وهود قال والله وهو مشغولياته كثيرة جدا جدا عبدالوهاب هو مدير المويا في منطقة محلية جبلولية وأخونا عبدالوهاب هو المساعد بتاعه فاتصلنا بيهود وطلبنا منهم انه يصلوا يحلوا لنا المشكلة دين لأنه المشكلة دين الآن لها غرابة العشر يوم فبنعاني من البعوضة وانتشار البعوضة والمويا الآن محتاجة لردمية تقيلة من بداية الوضع العقلي إلى نهاية الزلط عشان تنحل مشكلة المياه المكسورة في الشارع مشاهدينا وأسناء نحن متجولين متجولين ومتحركين في ود العقلي في أزيغغتا وحواريها تكلمنا عن مشكلة الموياه قبل شوية وفي الشارع نحن صادفنا بعد للمواطنات حنتكلم معهم شوية ونعرف شنو مشاكلهم والبتمس المنطقة وبتمسهم كربات أسر والله بنشتري من البرميل ده خمسين مية وصلت يامات العيد وصلت ميتين بتجي تناكل ولا كواري؟ لا كواري كواري يعني بس الحمد لله زول بيقول إنها هي الكارت استرابي كان والله وصلت ميتين 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 وخمسين وصلت يعني إنها هي ما نظيفة؟ ما نظيفة لكن ما في الناس بتشيل هدومة من هنا بتمشي البحر عشان تغسل الناس بتشيل الجرادة اللي يمشي يجيبوا الموية عشان يشربوا لكن بس احتياجات عشان شفعنا والله بعد مرة والله العظيم في ناس خلت بيوته ورحلت رحلت بسبب عدم توفر الموية والبعد حدس ولا حرج يعني بدون ناموسية ما بتقدر أساساً ومن النهار تجهز ناموسيتك والله خجلنا زاته من الضيوف اللي بجو خاشين إننا الناموسيات دي ما بنقدر نفكها أساساً والمواصلات جاية من سوقليبي عشان نصر هنا وضل عقلي عليها طريقة صدرية قريبية وعشرة بتاع العربية يقول لك ليه الاستاذ يقول لك بخمسين عجبك يعني ما في مراغبة دقية بالنسبة للناس بتاع المواصلات أو بنصل أفرام ما في مراغبة لأن العيشة صغيرة يعني ما في مواما قبولة زي اللي قامت يعني لك عيش بمية وعشين تجيب منوين ونفين معاش يعني معاش كله مليون وثمينمية ولا ستمية منعاش ما بقضيني وهنا ثانس وبالتالي جاي الخريف حتى إننا من وصلنا الموية قبل ما تيجي الموية اللي هي وصلها لنا البرمين بمية وخمتين يعني مو يساكت للبرمين بمية وخمتين وجا حفر جدول يعني البتاع دي طالع لبلغي أي عربي بتيجي تكسيره وجاين الخريف حنغرق ولا نعمل شو نعمل المشاهدون الأعزاء في كل مكان قضايا النفايات وتحول ودى العقلي إلى مكب نفايات كبير وقضايا المياه وقضايا التخطيط السكني بمنطقة ودى العقلي وقضايا المياه كذلك كل هذه القضايا التي اشتك منها المواطنين كما رأيتم وسمعتم من إفاداتهم يضعها برنامج لمن يهم الأمر على طاولة المسؤولين في محلية جبل الأولية وفي طاولة المسؤولين بولاية الخرطوم لإيجاد الحلول اللازمة حتى المنطقة في حلقة أخرى من لمن يهمه الأمر تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي متوكل برير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر